السلام عليكم إخواني وأخواتي حياكم الله معكم محمد العمصي في محاضرة جديدة من محاضرة دورة نظام روح هذه محاضرة ثانية من سلسلة المعنى من الحياة الجزء الثاني المعنى حسب النظر الطبيعية إنها الأسباب الموضوعية التي تجعل حياة المرء يحدد ما هو الجدير بالسعي إليه فغالبا لا تستطيع المضي قدما نحو هدف ما لم تكن تعتقد أنه لك طبعا هذا اختباس يعكس النظر الموضوعية لمعنى الحياة بأنه يجب أن تكون لك معايير لهذا الأمر ليس أي شيء عشوائي أو أن هذه المسألة ليست يعني خاضعة لمعايير واضحة موضوعية في المحاضرة السابقة في معنى الحياة تناولنا معنى المعنى من الحياة أيضا تناولنا وجهة النظر الدينية والروحانية لهذا المسطرح ووجدنا بأن هذا النظرة تعتقد بأنه لا بد من وجود إله ووجود رابطة مع هذا الإله الذي ضمان المعنى من الحياة وأنه نولد بما يشبه الكتالوج يعني في تعليم الدينية أشبه بكتالوج يخبرنا كيف يجب أن نتصرف ما هو المعنى من وجودنا كل شيء لكن ألبرت كامو غيره من الفلاسفة خاصة الوجوديين الذين هجروا الدين مع بزوغ العلمانية بعد الحرب العلمانية الثانية أصبح الدين بالنسبة لهم شيء هامش في الحياة على أقل بالنسبة للعالم الغربي فأصبح المعنى من الحياة المقتبس من الخلاص وعلاقة خاصة مع المسيح أو مشابه أو التفاني الديني وغيره من الأشياء يعني لم يكن له هذا التأثير بعد الآن على المعنى من الحياة بالتأكيد في الشرق الأوسط الأمور مختلفة نوعاً ما لازال هناك سطوة يعني للدين في الحياة العامة ولازال كثير من البشر بيعتقدوا يعني في هذا المنطقة الأقل من العالم الدين جزء جوهري من خلق المعنى في حياة الأفراد لكن تدريجياً بدأنا يعني نسير على ركب الحضارة الغربية وبدأ العلمانية تسعد قليلاً يعني وأكثر تندمج أكثر في الحياة اليومية وبدأنا نصادف الأشياء أو الظروف اللي بزرت فيها الوجودية في العالم الغربي فهذه التحديات هنمرعب فيها بالتأكيد يعني على أقل في المستوى الجماعي في هذا المنطقة العالم فهل بدون العالم الماورائي هذا هو السؤال الرئيسي في هذا المحاضرة هل بدون العالم الماورائي والنظرة الفوق طبيعية تصبح حياة عبثية بمعنى آخر أنها تصبح عديمة المعنى أو ليس لها مغزى هل يصبح مثل ما زعم ألبرت كامو بأنه لا مغ إلى بأن الانتحار سيصبح تحدي نبحث عن أسباب الأدلاتة فعن الانتحار يومياً وإذا كان الأمر كذلك إذا كان هناك يعني معنى للحياة خارج المنظومة الدينية والروحينية فما هو وما طبيعته طبع هذا السؤال مهم جداً يجب أن نتناوله حقيقةً أول مرة فكرت في هذا الأمر ورد عبالي هذا السؤال كان دائماً في تخيل أو تصور الإنسان الحجري يعني كيف كان الإنسان في الأصور القديمة قبل خمسين ألف ستين ألف سنة كيف كان يعيش الإنسان هذا بمعنى؟ هل كان هناك معنى للحياة أم لم يكن؟ إذا كانت النظرة الدينية والروحانية هي المعيار لمغزى الحياة فهذا يعني أن المغزى الحياة هو صدفة جغرافية لأنه لا نقرر أن نحن أي دين نولد فيه ولا نقرر أي ثقافة تحتوينا هذا أشياء مقررة سلفاً مقررة خارج وجودنا يعني هو معنى يسبق الوجود على عكس ما يعتقد به الوجوديون مثل سارتر وغيره أنه الوجود سابق للمعنى في هذا الحالة نحن نعتقد في النظرة الروحانية والدينية نعتقد أن المعنى سابق للوجود يعني قبل ما تأتي عن الدنيا مقررة سلفاً كل شيء أنه أنت كذا وكذا وأعداءك كذا ورسالتك في الحياة كذا وأنه سينتهي العالم بهذه الطريقة وأنت عليك تلعب جزء من مسرحية اجتماعية وواسعة مقررة سلفاً كل ما عليك القيام به لا يبدو لي أنه هذا مقنع حقيقة أعتقد بأنه معنى الحياة يجب أن يكون شيء أقرب للفرد وطبيعة الفرد وأقرب لحقيقة الفرد الداخلية ونظرته لنفسه لحياة والمستوى العلمي مستوى العاطفي هناك أعتقد أن يجب أن يساهم الفرد بشكل ما في المعنى إذا كان المعنى يجب أن يكون شيء تحفظه ويتم تلقينك وتدريبك عليه منذ الطفولة يعني فإن النزاهة مثلاً في مثل هذه الأمور على العمو في نظرة أخرى لمعنى الحياة لا تحتاج إلى وجهة نظر ما ورائيا ممكننا استكشفها اليوم وتشوف هل تجد فيها يعني إقناعك كافي لك بخصوص المعنى الحياة طيب هذا المذهب هو الطبيعية هي مذهب فلسفي يؤمن بأنه لا يوجد شيء خارج العالم الطبيعي في كل ما هو موجود هو العالم الطبيعي تمام؟ ويؤمن بالتفسيرات القادمة للقوانية الطبيعية يعني فيزياء والكيمياء وغيره على عكس الفوق الطبيعية سوبر ناتشوراليزم سوبر ناتشوراليزم تعتقد بوجود العوالم الماورائية يوجد شيء خارج الطبيعة آلهة وملائكة والأشياء هذه الناتشوراليزم ويمنسجمها بشكل كبير مع العلوم الطبيعية لا تعتقد بهذا الشيء تعتقد أن كل ما هو موجود هو الطبيعة والخوانين التي تحكمها فبالنسبة للمذهب الطبيعي يمكن تكوين معنى الحياة لغليبة البشر بدون حاجة إلى بعد ما ورائي أو روحاني لأنه باختصار الطبيعية لا تؤمن أصلاً بوجود شيء يتجاوز الطبيعة فيها خلط بين المادية والطبيعية لكن علي أنوه أن هذا خلط غير دقيق هي مسألة عميقة لكن لن نبحثها الآن لكن ممكن يكون العالم ليس مادياً ويكون طبيعي المذهب النقاش بين المذهب الطبيعية هنا حول معنى الحياة ينحصل في نقطة رئيسية المدى الذي يشكل فيه العقل البشر المعنى وإن كان هناك شروط خاصة ثابتة بين جميع البشر يعني هل المسألة داتية أو المسألة الموضوعية ما الذي يقرر لنا معنى الحياة هناك من يعطي ضمن منهج الطبيعي أو المذهب الطبيعي هناك من يعطي الأولوية للمعايير الفردية الذاتية العقلية وهناك من خاصة بالفرد وهناك من يعطي الأولوية لمعايير موضوعية او خارج الفرد يعني يتفقها كل البشر خلنستكشف وجهة النظر او وجهتين النظر هذه الاداتية تعتقد بانه لا توجد معايير ثابتة للمعنى في الحياة لان المعنى يتعلق بالموضوع هو الفرد يعني يعتمد المعنى على مواقف الفرد مثل الرغبات والغيات والخيارات تقريبا انه اي شيء يكون ذو معنى للشخص اذا ما اعتقد به او سعى اليه وهذا السبب اعتقد في اختلاف معنى الحياة بالنسبة الافراد يعني بعض الناس معنى حياتهم يكون مثلا في التفاني الديني بعضهم يكون في تربية الابناء يعني يكون شخص عنده كثير ابناء وتوفير الحياة الكريمة له وهذا معنى حياته بعض الناس معنى حياته في السعي في الطلب العلم بعض الناس في مساعدة الاخرين مثلا في بعض الناس معنى حياته في الكتابة نشر رسالة الوعي المتقدم نشر الروحانية أو المرسل الروحانية مثلا تعليم الناس كيفية استفشاف الوعي تطوير أنفسهم تطوير العالم أو تحسين نوعية الحياة يعني حسب غاية الفرد وعمله في الحياة يكون يكون المعنى بذل طريقة هذه وجهة النظر الذاتي أما الموضوعية ترى أنه في معايير ثابتة نعم نحن نختلف كأفراد في بعض الأشياء لكن هناك معايير ثابتة للمعاني أو ينتقرر هل المعنى هذا جيد أو ليس جيد أو يكسب الحياة معنا أو لا يكسب الحياة معنا فالذاتية مثل ما ذكرنا تختلف من شخص إلى آخر وتتوقف على الحالات الذهنية المتغيرة لكل شخص وجهة النظر وجهة نظره تجاه الحياة أو نظرة إلى الحياة ودرجته تمام وشاء معين هذا المشكلة في هذه وجهة النظر هذه أنه تجعل أي شيء مقبول يعني أي شيء يكسبك معنى يعني حتى ممكن يكون أشياء فضيعة على سبيل المثال ممكن شخص قاتل أو سارق ويجد أنه معنى حياته في السرق أو القتل حسب الذاتية نعم هذا يشكل معنى لحياته تخيل أو محارب يجد أنه خلينا مثال يعني أقرب للواقع محارب يقاتل أو يقتل لأجل البلد أو يقاتل لأجل المجد أو يقتل الناس من أجل الرفعة ومثلا وإنه يكون شخص مهم مثلا مثل هذا الشخص بحسب الذاتية نعم هو يعتبر يعني حياته لها معنى لأنه المعنى في هذه الحالة هي مجرد وظيفة الإشباع الرغبات الفردية وهنا المشكلة في الذاتية لأنه أعتقد أنه ممكن يقع الإنسان في وهم يعني وهم ذاتي أنه ممكن يعتقد مثلا وهذا بمر يعني بعض الناس في بداية حياتهم يعتقد أنه معنى حياته مثلا في الدراسة معنى حياته مثلا في الحياة مع هذا الشخص وتحصل صدمة في حياته أو شيء تغير معاييره فتثبت للشخص أنه ليس هذا المعنى الذي لأجله أعيش أو أشعر بالسعادة في القيام به فممكن يتغير هذا المعنى ليس هناك شيء ثابت لأنه مثل ما الرغبات والأفكار تتغير والمعتقدات تتغير في الفرد خلال حياته هذا معنى أنه معنى الحياة ستغير حسب الفرد وحسب مراحاته في بعض الناس بيقبل بهذا الفكرة بيقبل أنه ممكن أي شيء يكون لشكل معنى الحياة وأنه ممكن يتغير لا يكون شيء ثابت لكن الموضوعية بتعتقد بأنه لا هناك يجب معايير ثابتة أنه ما ممكن نخلي المعنى الحياة أي شيء حتى مثلا الأشياء العشوائية مثلا تقليم الأضافر أو تناول الثلج أو أي شيء أي فعل عديم المعنى حسب الداتية ممكن يكون له معنى إذا اعتقد فيه الشخص لها الموضوعية تقول إن هذا يعني سخافة لا يمكن أن يكون أي فعل عشوائي يكسب حياة البشر معنى يجب أن تكون فيه شروط أو أشياء جديرة بالاهتمام تستحق مثلا ممكن يكون طالب العلم أي شيء يزيد علمنا هو بالضرورة يكسب حياتنا معنى ممكن أي شيء يعطي قيمة للحياة أو قيمة للآخرين أو قيمة للبشرية ككل هذا له معنى تمام حتى لو ما كان له معنى لك مجرد قيامك فيه يعطي معنى أعتقد الموضوعية بصورة مقية أن الحالات العقلية للشخص لا تلعب أي دور في جعل حياة الشخص ذات معنى وهذا مخيف هذا تفكير حقيقة يعني أعتقد أنا أعارضه حقيقة من هذه الناحية لكون أنه هو بيعتمد على معايير بحاول فلاسفة وضع أو المفكرين يعني سبيل المثال نيتشا بيشوف أن السوبرمان أو أوبرمنش اللي يصنع وجوده بالقوة والإبداع والتعقيد هذا هو يعني الوصف الصحيح للمعنى من الوجود أن الشخص يصبح سوبرمان بول ثاغورد بيعتقد أنه المعنى متحصل في الحياة مثل الحب والعمال واللعب مثل ما تكلمنا عنه سابقا أو حسب الوجهة للنظر العلمية في أراء مفكرين آخرين بتعتقد بأشياء مختلفة فكرة أنه حياتك أو معنى حياتك خاضع لأنه يصبح عملية حسابية أو قضية بتحتاج لتحليل أو أنه يكون خاضع لأراء المفكرين وبحث المفكرين اللي أنت ممكن ما تقرأ عنهم شيء وما تعرف عنهم شيء هم يقرروا لك معنى حياتك بتبدو فكرة يعني بعيدة عن الصواب أعتقد اللي يجب المعنى يكون نابع من الإنسان نابع من الشخص إذا كان الحياة يعني تشعر أن معنى الحياة هو شيء ذاتي خاص فيك يعني ما بتشعر بأنه هو ملكية فكرية للفلاسفة والمفاكرين هم يقرروا لك إذا حياتك لها معنى أو لا هذا هو نقضي للموضوعية أو أعتقد الموضوعية ليست صادقة من هذه النحية طبعا في المحاضرات القادمة هم نتكلم الآن عن وجهة نظر جديدة اللي هي الوجودية اللي هي تعتقد أنه هناك ربما لا يكون معنى في الحياة قد يكون هناك معنى قليل أو لا معنى هذا وجهة نظر جديدة هم نتعرف عليها لكن حتى الآن اتناولنا النظر الطبيعي وفوق الطبيعي للمعنى بشكركم على الحسن الاستماع وأراكم في المحاضرات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته